تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب وأسعد بترحيب ضيوفي الكرامة سيدة نعيمة الصالحي رئيسة حزب العدل والبيان صباحك سعيد وجمعة مباركة صباحك أسعد شكرا وضيفي الكريم أستاذ لحسن بجناح رئيس أو مستشاري في العلاقات الزوجية أهلا بك سيدي شكرا أن تستوى بارك لوفيك إذن أبدأ معك سيدة نعيمة فيما يخص لاحظنا أنه في سنوات الأخيرة ارتفاع نسبة الطلاق في الجزائر خاصة لدفئة المتزوجين حادثا في رأيكم إلى ما يعود السبب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا بحكم أن الأسرة هي نواة بناء المجتمعات فنبدأ من كون أن الزواج هو ميثاق غليد والطلاق هو حلال أبغضه الله أو أبغض الحلال عند الله فالحقيقة أنه هتنامي ظهرة الطلاق في الجزائر أصبحت بائنة لعيان ولها أسبابها من ضمن هذه الأسباب هي عدم تأهل الأزواج لبناء أسرة وأيضا فيه خلفيات خلفيات هي تنصل الفرد من العلاقات الأسرية بحيث أن الشاب أصبح يرى أن العلاقات علاقة المصاهرة التي تبني المجتمع لأنه ما هي الفائدة من وراء وجود الولي في الزواج من ضمن هذه الأسباب أنها هي المصاهرة وتكوين وترابط المجتمع من خلال تزاوج الأفراد ومن تم الأسر مصاهرة تكون بين الأسر لكن هذه الفكرة في حداتها بدأت تتلاشع ما عادش بطن الفتاة لما تحب تروح تتزوج على أساس أنها رح تكبر أسرة وحيكون لها أحفاد وراح يكون فيها هذه المصاهرة تبني أسرة عائلية كبيرة من خلال المصاهرة اللي كانت بنات دول مش فقط أسر فضلا عن ذلك أن الفتاة أو الفتاة تلقائها ما زال ما تكونش يعني بكري كانت تفل في عمره 18 سنات 19 سنات لقائها قادر على تحمل المسؤولية كأب وكرب أسرة والفتاة أيضا يعني مولاد 15 سنات تتزوج على الأساس أنها تقدر تكون أم وتقدر تكون مربية الآن لا هنا القناة باللي برغم تقدم السن ما تكونوش ولهذا إحنا قلنا لازم ندير ما يسمى بالتدريب للتأهيل للزواج يعني دورات تدريبية للتأهيل الزواج وهذا يقترحها حزب العادل والبيان هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر